السوشيال ميديا واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة اننا عند النهاردة حوالي 4-5 مواقع متكلمين في تفاصيل مهمة جدا اخترناهم بعناية عشان نترحها لحضراتكم ونتكلم في تفاصيلهم ونأكد الصح من الغلط او لو في عندنا معلومات اضافية نتكلم عليهم هبدأ معكم بحساب القاهرة 24 عبر منصة X وقضامكم على الشاشة هو ترشيح خبير انجليزي واخر الماني اخر الماني لرئاسة لجنة الحكام بالتحاد الكور حسب المعلومات اللي عندنا وهو تأكيدا للخبر المنشور النهاردة في القاهرة 24 ان لجنة الحكام الحالية برئاسة كابتن ياسر عبد الرؤوف هتنتهي مهمتها يوم انتخاب مجلس ادارة جديد برئاسة المهندس هاني ابو ريد طبعا ما فيش قائمة اخرى فهي قائمة واحدة كل الطعون اترفضت فالاقرب بالتسكية هذا المجلس فيه الكونجرس لا يعقد يوم 10 ديسمبر وحسب معلوماتي ايضا ان المهندس هاني ابو ريد عنده اتجاه انه يتعامل مع لجنة حكام الفيفا عشان ترشح محاضرين للعمل في اللجنة الفترة اللي جاية سواء كمسؤول تطوير كرئيس اللجنة او كمسؤول عن تقنية الفار وبالتالي احنا امام خيار من اتنين حسب المعلومات اللي عند القاهرة 24 يعمل اللي هيجي يكون انجليزي او الماني لكن في النهاية القرار هيكون من خلال لجنة حكام الفيفا اللي هترشح للمهندس هاني ببعنه طبعا هو عضو في المجلس الاتحاد الدولي فعنده علاقات بكل اعضاء لجنة حكام في الاتحاد الدولي فبالتاكد هيرشحوا محاضرين عشان يشتغلوا على تطوير هذا الملف في ظل ان الرؤساء المصريين في الفترات السابقة او اعضاء اللجنة المصريين في الفترة السابقة يعني تسببوا في ازمات كبيرة جدا في هذا الشأن وحتى الغاية دلوقتي مع وجود الكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن تامر دوري والكابتن طوفي السيد في ملفات متلغبطة شوية في امور تم الاعلان عنها وبعد كده تم التراجع عنها زي الحالات التحكمية اللي قالوا انهم هايعلنوها بشفافية لغاية دلوقتي مطش الاهل والاتحاد السكندري حالة جدلية اللي احنا اكدنا هنا ما غيرتش راكل الجزاء واللجنة قالت انها مش راكل الجزاء مستني اللجنة تطلع ده وتشرحه للناس بس اللجنة لغاية دلوقتي مطلعتش تعينات الاسبوع الرابع حكام بتغلط ممكن تتقرر ولا مش هتتقرر حكام تعاملت مع السوشيا الميديا بالمخالفة لتعليمات اللجنة هتتويف ولا مش هتتويف ده ملفنا ايه سايبوا شوية كده لغاية لما ييجي وقته ونقشوا باستفادة اكتر في فقرة الفار اللي احنا ايه نديها اجازة شوية الاسبوع ده ونخليها الاسبوع اللي جاي لما نشوف التطورات اللي هتحصل في اللجنة اللي مدتها اعتقد خلاص الرابط على النهاية بنتكلم يعني في حوالي اسبوع وعشر ايام لغاية لما ييجي مجلس ادارة جديد ترجمة نانسي قنقر